بحياتكم الله مجددا نتكلم الحين عن مقدمة في الاكستنشنز طبعا باختصار و بكل بساطة الاكستنشنز هي بارعا خاصية بسوفت تسمح لنا بإضافة new functionality أو وظائف جديدة تمام إلى existing type أو إلى type already موجود سواء كان هذا type class structure أو حتى protocol تمام فالفكرة مرت سهلا أنه أنا مثلا already عندي type طيب وحاطت definition جاهز بمعنى فيه مجموعة من properties مجموعة من methods وغيرها تمام وكنت حاب من بعد فترة أني أنا أضيف functionality أخرى إلى هذا type بمعنى أضيف methods أو subscripts أو properties وغيرها تمام فيه الآن عندك خيارين الخيار الأول وهو أنه أنت تروح مباشرة على source code الأصلي تبع type حقك وتبدأ تضيف functionality أو الوظائف الجديدة اللي أنت حابها مباشرة على type نفسه بمعنى تكتب في نفس type تمام هذا خيار بتقول أوكي نحلت كذا المشكلة أوكي بس في بعض الحالات يكون ما عندك access على هذا type بمعنى ممكن يكون فيه developer آخر وهو اللي كاتب هذا الملف وكنت حاب أنت بمعنى ما تعدل عليه طيب كنت حاب تضيف خصائص أو وظائف جديدة بس بدون أنك أنت تعدل على هذا source code الخاص بهذا الملف ممكن ما عندك access بشكل نهائي عليه تمام ففي هذا الحالة إذا كنت حاب أن تضيف وظائف أخرى ما ينفع أنه أنت تأتي مباشرة على definition وتبدأ تعدل عليه أوكي بمعنى ما تروح على original permitation حقها وتبدأ تعدل تمام فهنا يجي دور extensions extensions تسمح لك أنه هذا الوظائف الجديد اللي أنت حابها تمام تقدر أنت تضيفها على type هذا اللي أورادي أصلا موجود عشان كذا نقصد existing type أنه فيه type موجود عندي بس أنا حاب أن أضيف وظائف جديدة بمعنى methods properties وغيرها على هذا type اللي أورادي موجود وتكون متاحة للinstances أو المتغيرات اللي أنا راح أسويها فيما بعد من هذا type تمام فإذا هذا الوظائف الجديدة إحنا نبدأ نعرفها في شيء نسمي extension extension معنات أنه راح تسوي extend للtype هذا extend يعني أنت تضيف وظائف جديدة فهذا الفكرة فعليا من extensions فوعدها كثيرة جدا أنه إحنا أحيانا ما يكون عندي access على هذا type فبالتالي إذا حبيت أني أضيف أنا وظائف جديدة وأقدر استخدمها على المتغيرات فأنا أبدأ أستخدم extensions كمان راح نستخدمها لتنظيم code الخاص فينا وفيه فوائد كثيرة راح نشوف إن شاء الله في هذا للتشابتر تمام فإذا again extensions راح يتم استخدمها to extend types نقصد به extend types أنه أنت تبدأ تضيف وظائف جديدة إلى types أو إلى أنواع معينة بحيث أنه هذه الأنواع don't belong to you أنها ما هي بخاصة فيك ممكن يكون فيه to extend your own object types عادي لو كان عندنا إحنا class أو structure أو أي إن كانت وكننا حابين نسوي extend يعني كنا حابين نضيف وظائف فيا نقدر كمان نستخدم extensions بتقول طيب بما أنه أنا عندي أصلا على هذا الملف الخاص فيني ليش راح أستخدم extensions بالإمكاني أنا أكتبها مباشرة في هذا type يعني في definition الأساسي الخاص فيني yeah it's okay عادي مسموح لك بس أنه أحيانا إذا كانت إذا كانت type معقد راح تلاحظ أنه بيطلع definition مرة طويل plus أن الكود ما راح يكون مرتب ولا راح يكون منظم فالأفضل أنه إحنا إذا كان عندي complex type أبدأ أشوف functionality وأقسمها إلى مجموعات بناء على يعني طريقة عملها أو بناء على يعني إيش الشيء اللي هي راح تسويه فأبدأ أخذ مجموعة methods أو functionality أحطها جوات extension أولى أخذ extension ثانية أحط فيها functionality المترابطة وهكذا تمام فالعملية هنا بيكون تصميمها أفضل بيكون الكود آآ أنظف وكذلك بيكون organized بيكون منظم ومرتب تمام آآ أيضا حتى التي التي موجودة بـ زي ما راح تشوفهم معي سواء وغيرها من الثانية أي إن كانت نقدر إحنا نسوي extending عليها آآ لأنه أصلا ما عندنا على هذه الـ ومو بحابين إحنا نعدل عليها فبالتالي نبدأ نستخدم تمام فتذكروا أن تعتبر فيتشر آآ كويسة مرة بـ آآ سوفت نستخدمها متى ما حبينا إحنا نضيف أو إذا كان عندي وظيفة مفقودة في وكنت أنا بحاجتها فأبدأ أعرفها إلى آآ الـ الأساسي أو الـ باستخدام الـ بمعنى أن والله أندي أنا في مجموعة من الـ بس كان في مثلا مثل ما هو موجود بشكل أساسي في هذا الـ وكنت أنا أحتاجه في الـ فأبدأ أستخدم الـ عشان أنا أبدأ أضيف الفنكشنالاتي المفقودة لهذا التايب اللي أريدي موجود تمام الاكستنشن زي ما حكيت بنمكان استخدامها لي كتابة كود أنضف آآ كمان هذا الكود راح يكون من السهل التعديل عليه من السهل الصيانته كذلك كود لأنه المجموعة المثل المترابطة أو الفنكشنالاتي المترابطة أبدأ أحطها جوات اكستنشن أولى اكستنشن ثانية وهكذا تمام في العملية هنا فعليا راح تكون منظمة مرتبة بشكل جيد تمام طيب الاكستنشن عندها إمكانيات أوكي بمعنى ما هي الأشياء اللي احنا نقدر نسويها جوات الاكستنشن زي ما راح تشوفوا إن شاء الله معاي آآ باختصار نقدر احنا نحط أو الأشياء المعتادة اللي تكون جوات أي تايب بمعنى نقدر احنا جوات آآ نحط نفس الأشياء اللي كنا نحطها جوات أو جوات سواء كانت وغيرها من الأشياء الثانية تمام ولكن أيضا في بعض التقييد والقيود على الأشياء اللي انت تقدر تحطها جوات الموضوع مرة سهل خلونا أول شي نشوف ماذا آآ أو ايش الأشياء اللي نقدر نحطها جوات تمام باختصار بالنسبة لي البرابرتيز نقدر احنا انه جوات الاكستنشن نحط آآ برابرتيز بس بشارط هذه البرابرتيز لابد انها تكون كمبيوتد أوكي ما ينفع انه احنا نحط استورد برابرتيز آآ جوات طبعا الاكستنشن تمام فلما انت تجي وتعرف جوات الاكستنشن مجموعة من البرابرتيز الكمبيوتد الحين جميع المتغيرات اللي من هذا التي اللي انت سويت عليه تقدر توصل لهذه المتغيرات تمام سواء كانت هذه المتغيرات او هذه البرابرتيز انستنس او حتى تايب عادي انه تكون ممكن استاتيك او حتى تكون انستنستنستمام بس همشي انها ما تكون استورد آآ برابرتيز اوكي بالامكان ايضا في الاكستنشن انه احنا نعرف مثل سواء كانت هذا المثلين السنس أو سواء كانت طبعا تايب مثل كذلك بالإمكان أن نعرف الانشيلايزر إذا كان أنا عندي الـ type موجود وكان فيه مثلا الانشيلايزر أول بس أنا احتجت إلى الانشيلايزر ثاني الانشيلايزر آخر يناسبني أنا فبالتالي أقدر أنا أسوي extending لهذا الـ type باستخدام الانشيلايزر إذا ما رح تشوفه معي في الدرس الجاي ونبدأ نعرف الانشيلايزر اللي نحتاج نستخدمه لما نجي ونسوي instances فهذه الفكرة من الـ extensions تقدر نفس ما حكاية تحط متغيرات تحط methods وكذلك الانشيلايزر أيضا بالإمكان نحن نعرف سبسكريبت سواء كانت هذه سبسكريبت أو سواء كانت تايب سبسكريبت أو ستاتيك سبسكريبت بالإمكان أيضا نحن نعرف جواتها عادي رح تشوفه إن شاء الله معي في هذا الشابتر في نهايته وشمالات النستة تايب نقصد فيه تايب نحطه جوات تايب حيث لا يمكن استخدامه إلا جوات هذا التايب حتى الـ extensions نقدر نحن نحط جواتها نستة تايب زي ما رح تشوفه إن شاء الله معي في الدروس القادمة أيضا بالإمكانه نحن نستخدمه على البروتوكولز البروتوكول رح تدرسونا معي بالتفصيل في تشابتر كامل إن شاء الله على التشابتر القادم تقريبا آآ رح يكون عندنا إحنا مجموعة من المثل اللي فقط إحنا معرفين أسماءها ووظائفها يعني حقها ما ما سوينا وكنت حاب أن يكون عندي تايب ويبدأ يسوي آآ كنفور زي ما رح تشوفه إن شاء الله معي لهذه العمليات أوكي فإياه باستخدام الـ extensions إحنا نقدر نخلي تايب معين يسوي كنفورم للبروتوكولي بمعنات أنه يقدر ينفذ المثل اللي موجودة أو معرفة وجواته ورح ندرس هذا الكلام بالتفصيل في الدروس القادمة تمام؟ اللي همني الآن بس تكونوا عارفين أنه باستخدام الـ extensions نقدر إحنا نعرف الـ properties نقدر إحنا نعرف اه اه نقدر كمان نعرف مثل كذلك وكذلك وكذلك حتى وكذلك بس تذكروا أنه بالنسبة لي الـ properties ما نقدر نعرف إلا كمبيوتر اوكي ما نقدر إحنا نعرف طبعا آآ نعرف الـ properties تمام؟ طيب آآ تذكر دائما أنه الـ extensions ما تعدل إيه على الـ fundamental structure حق التايب أوكي بمعنى إيه ما تستبدله ولا تعدل عليه وإنما فقط تضيف functionality أوكي تمام ما تستبدلها بمعنى أنت لما يكون عندك type A سواء كلاس أو structure وتجي تعرف أنت extension أخرى أو تضيف الآن extension فتذكر أنه أنت ما قاعد تعدل بمعنى ما تقدر أنت تسوي overriding أوكي بمعنى ما تغير التعريف اللي موجود في هذا الـ type لا أنت تضيف بس مجموعة من الـ functionalities لهذا الـ type أوكي سواء كانت properties أو methods أو غيرها تمام؟ فيا بما أنه إيه ما تستبدلها فإذا معنى ما في شيء اسمه على الـ existing member حق التايب اللي أنت قاعد تسوي extension عليه تمام؟ آآ لكن إحنا نقدر نسوي Connaught the Overloading حق definite فرضا لو كان عندي الآن هنا مثلاً في type A مثلاً method اوكي فهذا el- method أنا أقدر أسويه la overloading انا أقدر أعرف method ومع Perometer other's ok بس عملية la overriding زي في الوراثة. لأ هذا الكلام غير مستموح باستخدام they extensions تمام؟ فهذا الفكرة من the extensions. راح تشوف إن شاء الله معي في دروس الجاي كيف أنه إحنا نعرفها. كيف أنه احنا نحط جواهتها اه الفانكشنالي الي انا قاعد اتكلم عنها الان تمام كل اللي هي من الحين تكون عارف بس ان الاكستنشنز باختصارتهم استخدامها انو انت تستخدمها عشان تضيه فانكشناليتي الى تايب موجود انت ما عندك اكسس عليه او حتى عندك اكسس بس كنت حاب تنظم وترتب الكود الخاص بك من ناحية الديزاين اوكي